موسيقى تحالف الكتلة المصرية انتهى ونرفض الصفقات الحرية والعدالة يحسم اليوم اختيار رؤساء 19 لجنة بمجلس الشعب مع خمس احزاب من الشروق الاخوان لا حصانة للمجلس العسكري في الدستور وسنلغي مجلس الشورى وزير البترول في الاهرام بيقول ان هو بيتعهد بحل ازمة البنزين خلال 24 ساعة واخر خبرين برضو المصر اليوم تحركات لاطلاق منصور حسن مرشحا للرئاسة خلال ايام واشتباكات بين متظاهرين وبلطاجية في التحرير ووسط البلد يتحول الى فاكنة عسكرية يلا نبتزي بأول خبر طيب هو بس عايزين نقول للسادة المشاهدين نوعان النهاردة ان احنا التمن اخبار فيه منهم ست اخبار بينهم عامل مشترك انا وهو الاخوان المسلمين وهيكونوا النهاردة معانا كتير شوية في خلال الفقرة منطق كاسبت تكلمة تلتين مجلس صح او يعني تلتين مجلس تلتين مصر يعني يعني مهمة الخبات عملت كنا نعمل ايه بقى؟ المهمة ان احنا ديبيا ترافع يعني انبارح كان اول ايام مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين وكان محامي الرئيس السابق حسني مبارك فريد ديبيا ترافع عنه ففي خلال المرافعة ابتدى يقول يعني ان ابتدى يستند الى تاريخ الرئيس السابق وقال عنه ان هو يعني دي الالفاظ اللي استخدمها ان هو ملاك ان هو طاهر اليد نقي القلب عفيف اللسان وعادل وغير دموي وبعدين هو اتهم النيابة العامة بانها يعني كانت برأت الرئيس السابق في امور اخرى في سنة 2007 ولكنها تحت الضغط الشعبي فاعادت اتهمه مرة اخرى في نفس الوقت يعني هو بيكلم معه الهيئة المحكمة ان انتوا يعني ما تتأثروش بالضغط الشعبي وان القانون وانا 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 واخره وشاهدت برضو الجلسة الحقيقة كان تواجد بعض اهالي اسر الشهداء خارج قاعة المحكمة الحمد لله ما حصلش اشتباكات بين ابناء مبارك وبين اسر الشهداء ولكن في كل الاحوال لسه حنشوف في خلال الايام اللي جاية كمان كان الدفاع المتهمين بيقول ان احنا عندنا مفاجئات حنفجرها في خلال الايام المقبلة لكن احنا كنا نتكلمنا المرة اللي فاتت ان كان فيه كلام كده ان يوم 23 حيصدر حكم في القضية واحنا شفنا ان هما سمحوا للدفاع بتاع المتهمين ان هما هيبدأوا يقولوا بمرافعات بتاعتهم يمكن لحد شهر فبراير اللي جاي وبالتالي ما فيش مجال ان الحكم يصدر بالنسبة لي يعني حسب ما قريته قبل شهر مارس احنا على قد ما نفهم فعلا المارس هو المتوقع يعني شهر مارس ده شهر مارس اذا ما جدتش امور جديدة في المسألة لسه هنشوف ماذا سوف يسوق فريق الدفاع عن المتهمين الاستناد الى التاريخ الرئيس السابق تبدأ من ايام ما كان طفل في كفر مسلحة اه 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 يعني قاعد يتكلم بها كتير ويمكن انت كنا بنتكلم لسه قبل الهواء على طول ان جديدة الشروق كانت نشرت له لفريد الديب المرافعة بتاعته عن ايمان نور سنة 2005 وخمسة وكان بيهاجم فيها الرئيس السابق بيقول يعني ان هو طاغية والاخره وبالكلم عن ايمان كانش في حريات وانه وانه فيش حريات يعني فيعني انا مش عارفة اذا كان ينفع يستخدمه دي ضد دي ولا لا انه يعني والله انا قانونا انا ما عرفشه ولكن على الاقل رأي العام بيباني يعني بيباني الامور ماشي ازاي طيب نروح لمصر اليوم وخطة الامن يوم 25 يناير اللي جاي انا هرواات دي عارفينها نياه ملونة دي اول مرة عرفها ولا تزول الا بعد ست شهور ده معلمين على المتظاهر يعني ورصاص على الاقدام في حالة التخريج بصفة عامة اي مظاهرات في العالم بيبقى فيها سيناريوهات متوقعة للتعامل معها بتبدأ بالتحذير الاول بعد كده بيبدأ التدخل بالهرواات فعلا واستخدام الدروع بعد كده بيبدأ يرش المياه بس الهدف الحقيقة من المياه هنا احنا عندنا هنا في مواصر ممكن تكون مياه عادية ممكن تكون ساعة شوية خصفا في البرد يعني ولكن ساعات كمان بيتضاف عليها بعض المواد بحيث انها تعمل زي شيء من الالتهابات الخفيفة في الجلد يعني ولكن المياه الملونة دي علشان العناصر اللي تكون بقى يعني فعلا خلاص بقى عناصر تخريبية بحتة فانا برشوهم بالمياه الملونة دي بتفضل موجودة على الملابس وعلى الجلد فترة طويلة علشان يبقى يسهل ان انا اتعرف عليه بعد كده اه بالضبط يعني سهل ان اتعرف عليه بعد كده فده متابع في العالم كله الحقيقة الجديد ان احنا اللي هنستخدم بقى المياه الملونة دي وفكرة الرصاص على الاقدام في حال التخريب في اي ادبيات في التعامل مع المظاهرات ان فيه زي ما قلنا فيه يعني تدرج في التعامل مع المتظاهرين بيبدأ بالتحذير ثم زي ما قلنا الهروات والدروع ثم المياه وبعدين اطلق نار في الهواء ثم اطلق نار امام القدمين ثم اطلق نار على القدمين اللي شلي بس الحركة مش اكتر يعني الهدف مش نكتت ومتظامل اه ما توصلش الى قاتل ويمكن هو ده اللي احنا شفنا عكسه تماما في 25 يناير احنا شفنا البدايات قنص البدايات ابعطة الكتب العكس وكانش فيها الروات غير يمكن في الاواخر بعد ما الناس ماتت بس انا عندي سؤال هو وده موجب التصريحات اللي على لسان جميع السادة اعضاء المجلس العسكري وكل المسؤولين في مصر وجميع الحزاب سواء الاغلبية او الاقلية في مصر كلهم اكدوا وشددوا على حق التظاهر السلمي اللي احنا بنتكلم فيه ده هو حالة ان الموضوع يخرج خارج الاطار السلمي ويخش فيه اطار التخريب ولكن هل ربما يعني انا كل تخوفي بس ان يكون فيه بعض الناس المندسة او ان يعني فلنفترض ان واحد مثلا حصله انفلات ما وقلقى بطوبة مثلا على قوة من القوات اللي موجودة فهل ده معناه ان هم يستخدموا ده كزريعة وبالتالي يتم ضرب المتظاهرين اخش ان ده يحصل وبالتالي انا بتمنى بس ان من جميع القوات اللي هتكون موجودة سواء شرطة شرطة عسكرية امن المركزي ايا كان قالت الزام باقصى حدود ضبط النفس ضبط النفس اللي بجد مش ضبط النفس اللي احنا بمشوفه اه عايزين ضبط النفس حقيقي وفي نفس الوقت المتظاهرين برضو يكون عندهم شيء من الكياسة يعني احنا في الفترة 25 يناير لحد 11 فبراير لما بيكون في واحد حتى بيلقي سباب حتى على قوات الامن المركزي اللي كانت موجودة وقتها كنا بنسيطر عليه فاحنا عايزين برضو حاجة زي كده درجة الوعي العالي دي لازم تكون مستمرة معنا طيب سيد سيد حمد يسألك على حاجة من انتقل الخبر اللي بعده وفي حالة انه المظاهرات امتدت وتحولت لاعتصام المفروض انه برضو قانونا في حق الاعتصام السلمي يعني تمام هل ساعتها برضو هممكن نتخيل ان السيناريو ده يتم تنفيذه لفض التظاهرات يعني في حالة اللي بقول ان اتمنى انه ما يحصلش يعني اصلحنا لازم بقى نستفيد من اللي حصل قبل كده يوم 25 يناير انا كنت موجود في مدان التحليل لحد الساعة 12 ونص مساء يعني النظام مبارك لو كان لديه من الزكاء ان هو يقيل حكومة نظيف في هذا التوقيت كان الجميع عادة الى منزله ومش بعيد ابدا كنا ننزل كونان تاني يوم بنرفع صور الرئيس السابق وبنهلل بصالحة ولكن انا يومها الساعة نشهر ونص نشاهد الاوضاع هادية جدا وروحت وانا في طريقي شقيقي اتصد بي من دولة الامارات انت فين قلت لها روحت قال لي طيب الحمد لله قلت له ليه في ايه قال لي ده المدان ايه بيحصل فيه دار بدلوقتي ولما طلعت شفت الكلام ده على قناة جزيرة وغيره من القنوات فده ادى الى نتاج عكسية فانا اتمنى ان ده ما يحصلش يعني انا بس عايز اقول حاجة احنا قلنا ان الاخوان هيبقوا معنا النهاردة كتير ففي هنا في سياق هذا الخبر ان جماعة الاخوان المسلمين لم تشارك في اي اجتماعات ما بين اتلافات الثورة وما بين الاحزاب علشان الاحتفال بثورة 25 يناير وقالوا ان احنا هنبقى موجودين في ميدان التحرير من يوم 24 ضمانا ان ما يحصلش اي حاجة وان احنا نسيطر على الميدان الشباب والجماعة نفسها فبالتالي الاخوان ده اول ظهور لهم معنا النهاردة في الاخبار بس كمان هم مشاركين في الاحتفال وفي ناس بتطالب مع المجلس العسكري وفي البعض طبعا بيطالب ان احنا نحتفل بايه لان لسه الثورة محايتش اهدفها ولكن يعني محدش عارف الخفاء ايه اللي بيدور او ايه اللي بيحصل هل هناك صفقات ام لا لا احد يعلم ولكن من واقع ما يحدث ان الاخوان سوف يشاركوا في الاحتفالات الرسمية مع المجلس العسكري وسوف يتواجدون في ميدان التحرير للسيطرة عليه واللتأمين حسب تصريحات بعض القدر المصر اليوم مصرين الاحرارة تحالف الكتر المصرية انتهى ونرفض الصفقات ده جاي لده جاي النهاردة علشان برضو ده مرتبط بالخبر اللي بعديه معلش هنيروه برضو الحرية والعدالة يحسم اليوم اختيار رؤساء 19 لجنة بالشعب مع خمس احزاب حزب الحرية والعدالة الدراعية السياسية لجماعة الاخوان المسلمين خلاص هو بيتكلم بلسان الاغلبية خلاص هو اختار رئيس مجلس الشعب وبعدين بيختار خلاص رؤساء اللجان وعمل تحالف ضم فيه بعض الاحزاب الاخرى من ضمنها حزب النور السلفي وحزب الاصلة والتنمية واحزاب اخرى مثل المصري الاجتماعي قال ان احنا هنعمل بموجب بروتوكول كده يعني وقعوا عليه مع بعض احنا هنبقى رئيس المجلس من عنجان الحرية والعدالة وهنختار الوكيلين من الحزبين اللي بعدين على طول في القائمة يعني اتنين وثلاثة ده وكيل وده وكيل وبعد كده رؤساء اللجان هنبدأ ان ايه نوزعها بقى ايه على التحالف ده يعني علشان نعمل ببرلمان توفقي ونضمن فيه مرور الاوضاع بسلام في مصر في الفترة المقبلة وقالوا كمان ان هما بيحاولوا يضموا حزب الوفد علشان ييجي يبقى واحد من الاتنين الوكلاء ومش كده وبس ده قالوا ان والله في حالة ان في حزب حيعتزر مثلا الحزب رقم اتنين حيعتزر عن موضوع الوكيل هيبقى الوكيل للحزب رقم تلاتة واربعة الوكيلين تلاتة واربعة وهكذا فيبدو ان هو اتفاق والدنيا ماشية لطيفة جدا 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 ولكن ده فيه شيء من الاقصاء الحقيقة لكل القاسية السيادة التانية اللي موجودة وده اللي دفع حزب المصرين الاحرار للخروج من التحالف بتاع الكتلة يقصى لي ما هو لو بنتكلم يعني بعتقد مثلا لو بصينا على لبنان مش قصي حاجة بس عد نظام الدولة نفسه ماشي بحاجة شبه كده انه الرئيس بيبقى من الفئة المعينة واللي معرفش ما اللي ميزة الدولة يبقى ايه يعني احنا مش عايزين ده احنا مش عايزين نموزجين الحقيقة مش عايزين نموزج لبنان ومش عايزين نموزج الحزب الوطني المرحل تمام الحزب الوطني المرحل اللي كان هو رئيس المجلس ووكلاء المجلس ورؤساء اللجان فاللي بيحصل دلوقتي اشبه بده وهو ده يمكن اللي كان تخوف لدى حزب المصريين الاحرار وقاله ان احنا مش هنسمح بمثل هذه الصفقات وانحنا عايزين البرلمان المقبل يعبر فعلا عن الديمقراطية الحقيقية اللي لازم مصر تشارع ايه هو بيتامي ازاي انا برده ازاي انا برده ازاي انا بسراحة بعطل كده لما بسمع الافكار هو موجة نظره انه لما يبقى الاول والتاني والتالي هي حققة مصلحة مين هو بس السؤال فكرة مواطن مين مصلحة المواطن مصلحة المواطن من وجهة نظر مين اه هي دي الفكرة ايه برنامج يعني بالزبط فانا هعمل اللي انا شايفه واللي انا شايف ان هو صح اللي هو بالضرورة ممكن يكون مش صح تمام ولكن اللي حاصل دلوقتي ان فيه صفقات بقى احنا بص انتوا تاخدوا كزا واحنا ناخد كزا وبعدين فانا هعمل اللي احنا عايزينه في الاخر خالص وبالتالي فيه تخوف عند بعض من مسألة الدستور فيه تخوف لقد فيه كلام ان احنا باعزين نام الحكومة التلافية كمان والاغلبية فيها من حزب الحرية والعدالة كل دي امور الحقيقة يعني ماشي مش معنى ان انت على مدار سنوات عديدة وده شيء طبيعي جدا بتشهده كل الدول بعد اي ثورات ان الفئات اللي كانت بتخضع للبطش والقمع هي اللي بتظهر على سطح الاحداث بعد كده وشوفنا تصعد الاسلاميين في تونس وفي ليبيا وحتى في المغرب ولكن مع الوقت وحسب التاريخ والله وحسب قراءات الناس في التاريخ ان الناس بتجربهم في مدة خمس سنين ولكن ليس بالضرورة ان يكون هذا الرجل الملتزم دينيا هو سياسي بارع او خدمي من التراز الاول طيب انا مش هطاول في الاخبار عشان عايز الوقت ما يسرقناش وبرضو من الشروق Rouge him يعني خلاص الناس بتتكلم ده احنا حاطين تصورات اهم وحنيلغي مجلس الشورى حاجات كتير جدا وان احنا بقى هنكون موجودين في الدستور وان احنا هنشكل الدستور استeso معنا سماعنا الكلمة انا لاي يعنيني هنا فكرة ايه لاي حسنة للمجلس العسكري في الدستور خلاص في حاجة معينة هم عايزين يعملوها ولا حصل المجلس العسكري في الدستور اعتقد ان الليبارلين هيقولوا نفس الكلام والعالميين هقوله نفس الكلام اي حد هيقول نفس الكلام تمام ولكن هي اللاعب هنا في حدة ايه لا حصان مجلس العسكري في الدستور اللي احنا هنحطه يعني اه يعني ده ده الاشارة اللي بتروح للناس وده تصريح على لسان احد القيادين في حزب الحرية والعدالة دراسية سيارة جماعة الاخوان المسلمين وقال لان احنا هنلغي مجلس الشورى وان احنا هنعمل بقى نظام جديد نظام اقتصادي جديد وانظام بقى ايه يضم كل الاشكال هيبقى عندنا توفق سياسي زي جنوب افريقي هيبقى عندنا نهضة اقتصادية زي سنغافورة وعندنا نهضة في التعليم زي مليزي يعني حاجة كده ايه اه بس انا بكالي البرنامج الاقتصادي بتاع الحرية والعدالة شبيه جدا بالبرنامج الاقتصادي بتاع مصرين احرار على قد ما انا فهمت لما قريت يعني يعني هو المهم الممارسات على ارض الواقع يعني احنا بس هي فكرة كلها وللحق برضو لازم نتكلم على حقيقة علشان ما يظهرش ان احنا بنتحامل على فصيل سياسي او اخر ولكن الاحزاب التارات الاسلامية وصفة عامة سواء الاخوان المسلمين او غيرها كانوا شغالين على ارض الواقع من زمان جدا وشغالين في الجوانب الخدمية اذا كان مثلا بعض الليبراليين بيتحدثوا من وقت الاخر ويقولوا احنا الشعب عندنا شعب نسبة الجهل فيه عالية جدا نسبة الامية عالية جدا انت بتتكلم وبتوصف حالة ولكن الاحزاب الاسلامية بتروح تبني مدارس بتروح تبني مدارس انت بتتكلم ان المصريين خمسين في مئة منهم مثلا تحت خط الفقر هو بيروح لي معونات انت بتتكلم فهو ده بس الفرق هو ده اللي خلى الاحزاب الاسلامية الحقيقة في صدارة المشهد لان هم الاقرب الى الناس بس مازال ده برضو هخلينا نبقى مع المجلس كده هو شغال برضو بنطالب الاحزاب الدينية تطلع لنا كده كشف حساب نهاردة البرلمان ده لازم يكون برلمان شارس تمام برلمان موافقون ده احنا مش عايزين احنا عايزين برلمان يكون فيه شراسة وفيه تبدل وجهات النظر مسألة مش السعرات قوة ولا مسألة ان احنا بنقول ان احنا الافضل او ان احنا اللي عندنا الحلول كلها ولكن في النهاية خالص هذا الاختلاف في وجهات النظر هو اللي هيفيد مصر في النهاية لما يكون فيه اكتر موجة نظر لكن لما يكون فيه وجهات نظر معدة سلفا وأنا جاي بفرضها بحكم النانا الأغلبية أعتقد هاي خرجنا بره هذا البرلمان وبره الديمقراطية اللي احنا بننشدها طيب محمد دي اختار خبر عشان احنا وقتنا خلص التحركات لإطلاق منصور حسن مرشحا للرئاسة خلال أيام تصريحات على لسان أحد القيادين في حزب الحرية والعدالة وقال إنه هو رجل محترم ويحظى بشعبية كبيرة جدا وإنه هنطلق حملة لتأييده ما بين المثقفين قبل كده وحتى داخل الأخبار بتاعت النهاردة قالوا إن الجماعة حتدعم مرشح للرئاسة لم تعلن عنه حتى الآن ويحظى بتوافق ربما هل يكون هو قال كده مرشد نعيم كمان من فترة رئيس مفاجأة فهل يكون هو هذا الرئيس هل هو يكون منصور حسن أم أن هناك أحد الآخر يتم إعداده في الكواليس وطرحه في الفترة المقبلة دي الأمور الحقيقة اللي لازم هتجيب عنها الأيام المقبلة طيب احنا خلصت فقرتنا طبعا بس مش هادر عدي مش هقدر عمش نغير مقولك إنه بيتعهدوا بحل أزمة البنزين خلال 24 ساعة ده كويس جدا بسواء المفروض إنه احنا كنا نعتعرف أصلا إن فيه أزمة هو اللي حصل إنه احنا بنقعد لحد آخر لحظة خلاص لما الأمور تسوق جدا ونقول إيه إحنا بنتعهد بقى بحل الأزمة طب ليه معترفناش إنه فيه أزمة عشان نبحث عن الحل الموضوع محتاج حاجتي مهمين جدا محتاج رقابة شديدة جدا على محطات البنزين عشان لو كان فيه تلاعب أو فيه ناس بتعمل حاجة زي كده ومن وقت الثاني برضو نصح الألسادة المستهلكين إنه هو يشتري في حدود الاستهلاك الطبيعي وتجديد الرقابة أبحث عن الرقابة يعني أعتقد هو ده الحل نعم مهم أستاذ محمد طلعت الهواري أستحفي المصر اليوم شكرا جزيلا شكرا جزيلا نورتنا ونشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله خلينا نروح لتقرير والتقرير اللي جاي وهو عن لقاء بين شيخ الأزهر مع تلاف شباب الثورة ولازم أعرب عن أو الناس كلها بتعرب عن ساعدتها من الدور اللي بيقوم بيه الأزهر الشريف اليومين اللي فاته دول هو دور وسطي ومهم جدا إنه يبقى متواجد تحديدا في نمو الإسلام السياسي يحتاجين دائما يبقى فيه دور المستنير وهو دور الأزهر أعتقد أن ده شيء مهم جدا خلينا نشوف تقرير ونرجعنا كان بقيت فقرات